ترجمة نانسي قنقر والتي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية احتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في العياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب مهمة من مسيرة تطور مملكة البحرين المنتصلة بالإنسان والعمران ونظرا الانتقال للمستوى الأصفر بشكل احترازي يستقبل مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية زواره يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري من الساعة الرابعة عصرا وحتى ساعة العاشرة مساء حيث سيقتصر دخول المهرجان على المتطاعمين فقط والأطفال برفقة أهل أهليهم المتطاعمين حفاظا على الصحات العامة تقيقة الأجواء أكثر من رائعة وننتظر هذه الفرصة من سنة لسنة وطبعا نجاح هذا المكان والإقبال الشديد الكبير الهائل اللي نشوفه هذي يزيل على نجاح ونحن شهر ديسمبر هو شهر الأفراح عندنا والحمد لله رب العالمين قرية عجيبة واللي قاموا على الأمر هذا لذكرنا بالأجداد والآباء يعني شي مرموخ ومتعوب عليه وناشد جميع المنطقة ليس بس البحرين حتى الخليج يجونوا يشوفون الوضع هنا شلون البحرين عاشت شلون في الفترة القديمة يعني الأزلية القديمة كلش الاحتفال جدا رائع في القرية التراثية والتنظيم ملحوظ من عند الباركات يعني من عند البوابة كل ركن موجود في القرية التراثية يعني رائع ورجع لأن تاريخنا يعني العريق في البحرين استمتعت جدا بالأركان سواء كانت الفخار أو المستشفى القديم الهداية الخليفية أو المدرسة في البحرين كل ركن فيها يعني كان جدا ممتع صراحة القرية التراثية هاي مكان جميل جدا أنا صراحة عن نفسي ما كنت متوقع اللي بشوفه يعني أشوف الناس والعوائل والعالم كلها مستونسة ومكان وايد جميل بالأخص أنا بالصدفة هاي السفرة يا روحي فأكيد بيكون فيه بلان أن بأخذ العيال وبأيبهم هني بالعكس مكان وايد جميل صراحة الشيط الصراحة دواعيس دواعيس يعني أيام سبعين وثمانين صراحة وقفت وكل شعر يانبي والله شو أقول لك الحمد لله رب العالمي منيزكم الله خير وما قصرته أجواء حلوة والعالم مستونسة وايد مستمتعة ويعني أحس أني أنا كأني قاعدة أيام زمان أيام حرق أيام الحصام أيام عراض يعني مستمتعة صد والله ودشية الهدوية الخليفية هذة هي والله العظيم هذة هي الصراحة الغارية وايد حلوة واستونسة حتى ليها واستونسة وايد وكل الأقسم حلوة صراحة وحبوة في قسم كل واحد حلم الثاني البحرين نور العين البحرين صج أمي الغالية البحرين تاج الراس أنا السوق الشعبي يعني ذكرني بالتراث القديم وبالأشياء القديمة يعني إشلون عاشوا أجدادنا وقبل أجدادنا يعني يعني ذكرى جميلة السوق جميل روح روح حياة مكان جميل أجبني المكان يعني جميل البيوت والمطاعم هني الشعبية كل شي حلو